السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي كوا عاملين ايه? النهاردة هنعمل مع بعض الحمص والترمس المخلل بطريقة بسيطة جدا و سهلة. انا عندي طبعا الحمص والترمس بتاعي نعاهم حوالي اه تلات اربع ساعات كده قبل ما ابدأ اسلقهم. ده نص كيلو من الترمس وربع كيلو من الحمص والاتنين اه الترمس سريع مش بلدي مش المر والحمص برضو سريع. اه بعد من اعتهم شوية هتلاحظوا حجمهم الضعف. حطيتهم بعد كده في حلة فيها مية على النار. وبدأوا يجلوا معي هم وهدي عليهم نار شوية وغطي عليهم. واسبهم لها. هتلاحظوا ان لون الترمس اصفر واللون اختلف عن الاول خالص هو والحمص. لما ببدأ يستوي بنلاقي لون اصفر كده. انا خلاص استوى معي وطبعا بختبره باخد واحدة كده واشوف ها استوت ولا لأ. انا رسلته وصفيته في مصفة اه من المية اللي اتسلق فيها. شايفي الحمص مستوي ازاي? والحقوة الترمس كمان مستوي بس الترمس لازم بيكون فيه اه بيقرش شوية عن الحمص. هجيب بعد كده دلوقتي اه هنعمل شوية اه عادي. يعني الترمس العادي اللي احنا بنعمله بالمية وملح عادي. ونحفظه في المية والملح دي المحلول. اه هجيب اي اه دورق عندي او اي ورطمان بغطة اه اي حاجة عمدك متاحة يعني. هبدأ بعد كده اه حط الترمس بس بمعلاقة مش بايدي علشان ما يفسدش مني. تاني حاجة علشان ما يفسدش منك ان الملح يكون مظبوط. الملح لو قليل هتلاقي عمال ريم ابيض على الوش. وهتلاقي آآ باز منك. تمام? يبقى لازم اهم حاجة ما نمسكوش بايدنا. وكمان المية الممالح تكون ملحها مظبوط. ما يكونش قليل. ده نص لتر من المية على حوالي معلقتين كبار ممسوحين من الملح. وهتدوء المية بتاعتك وتزبطي حدقها قبل ما نضي فيها. آآ ولو هو مالح منك شوية احسن ما يبقى ملح قليل ويفسد منك. وممكن تبقى تشتفي بالمية قبل ما تبدأتك ليه. آآ يعني لها حل وهتعالجيه. تمام? انا غطيتكم المية كويس جدا ممالح وهقفل عليه وهحفظه في التلاجة. ولما اسحب منه اسحب معلقة مسحبش بايدي برضو علشان ما يبص مني. وانا بحب بحط له كامون وفلفل اصمر ولمون لما بيجي يقدمه. ده الترمس العادي اللي احنا بنعمله. نبدأ دلوقتي نعمل المخلل. عندي هنا برطمان ازاز. آآ لو ما فيش ازازة تعمليه في بلاستيك. يكون مخصول وما فيوش اي مية من جوه نظيف. هعبي برضو الترمس والحمص اللي عندي في البرطمان. هعبي الترمس الاول اللي كان باقي عندي. وكمان آآ عليه الحمص. هحط عليه معلقة كبيرة من هارست الشطة الحمرة. الحرة. تمام? ولو مش عندك هارست الشطة ممكن تحطي شطة حمرة وفلفل اخضر حامي مفروم. هحط كمان آآ ربع كباية من الخل وربع كباية من عصير اللمون. آآ وبعدين هبدأ اكمل البرطمان بالمحلول للملح بتاعي. اللي هو برضو نص لتر مية علي معلقتين كبار من صحي من الملح. هبدأ ازود بقى البرطمان مية لغاية ما يتميلي غاية للاخر خالص. آآ المهم تضيف كمية الخل واللمون الاول علشان لما تكملي مية. دي بقى انت اضيفتك كمية الخل واللمون بتاعتك اللي انت محتاجها. هاولي برضو تغطي كده بالمحلول ما يكونش آآ الحمص باين او الترمس يكون متغطي بالمية عشان ما يبص منك وعشان ما يتخلوش هواء. برضو لما اجي طلع منه وطلع بمعلاقة. هقفل عليه مش اقلم من تلات اربعة ايام علشان نبدأ ياخد من الطعم واشرب من اللمون والخل. وطعمه آآ يبقى حلو. هتلاحظوا انه طعمه جديد تاني خالص. آآ هحفظوا برضو في التلاجة عندي وهسحب منه معلاقة. اتمنى الوصف ان شاء الله تكون عجبك وتجربوه وتقولي رأيكم فيها ايه. ما تنسوش اللايك وشير واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد. واستنوني في فيديو جديد كنت معاك وشايمة امين.